أهلاً وسهلاً بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية ومازلنا في الموسم الخامس نتحدث بعنوان عمار يا مصر ونتناول العديد والعديد من النماذج الإيجابية الملهمة وفي الحقيقة الحلقة بتاعت النهاردة هكون حلقة مهمة جداً 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 في تاريخ برنامج تأملات إنسانية منذ بدايته من عام 2018 وقبل ما استطرت في الحديث أحب أجدد الترحيب بالزميلة العزيزة جهان علي جهان اللي كان مشاركتها مشاركة مميزة جداً معنا في البرنامج وبيتجدد اللقاء معاها ومازالت معنا بطلاق الجمهور بابتسامتها المعهودة وبواجهها البشوش وبمهارتها اللي أبهرتنا بيها على هوا المرة الفاتف أهلاً بيك يا جهان شكراً جداً يا محمد والله على المقدمة الحلوة دي يعني أنا سعيدة بوجودي معاك جد في برنامج قيم زي ده تأملات إنسانية وخصوصاً في الحلقة دي هنتكلم فيها عن شخصية جد شخصية عظيمة ما تحرقش المفاجأة لا أنا مرضتش أقول مفسوطة جداً وكما عايز أهنيك وقولك كل سنة وانت طيب وكل المشاهدين كل سنة وهم طيبين مصر كلها والأمة العربية يا ربه والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد ويعني أقول برضو نوران كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل اللي في ستوديو ضيبين ألفي خير وسعيدة وكل فريق عمل القناة وبنهاء أن زميلنا كلهم شخص شخص واسمحولي أن أنا أقدم التهنئة وشكر خاص للدكتورة مروة محمد كمال مدير إعداد برنامج تأملات إنسانية اللي كان وجودها معنا وانضمامها لفريق عمل الموسم الخامس يمثل طفرة بمعنى الكلمة ويمكن كان اسمها نزل غلط على التترو أو الحاجة أنا باعتذرلك بالنيابة عن كل فريق العمل وبالنيابة عن فريق عمل قناة الصحة والجمال أنت محفورة في قلوبنا أختنا العزيزة اللي فعلا 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 وجودك كان إضافة كبيرة جدا وبإذن الله نكمل في كل مشاريعنا الإعلامية وجيت دور للترحيب بالنجمة الجميلة أنا اللون المفضل بتاعي الأحمر على فكرة والله إيهوة بتاع كل إليش أيها الزر القلوب الجميلة اللي محبة نوران وجودها معنا بصراحة يعني إن شاء الله هيكون إضافة مميزة جدا هي نجمة بمعنى الكلمة لأن أنا بداية احتكاكي معاكي لما بدأنا نتكلم ونتي تنضم الفريق العمل بعتلي لقاء مميز جدا كنتي عاملة مع الفنانة يسرى ويمكن كان في وقت كورونا ومعمول أونلاين على تطبيق زوم أعتقد أو كده وبصراحة مبهرت بيكي وبأدائك وبطلتك الجميلة جدا على الشاشة مليون سلام وتحية ليكي وسعيد جدا بنمامك لفريق العمل يا نوراني يعني أولا أهلا بيك يا محمد وسانيا أنا فعلا مش عارفة رودة أقول إيه بعد كل الكلام الجميل ده أنا فعلا سعيدة جدا جدا بنضمامي للبرنامج ده وبطاقم العمل الرائع اللي أنا يعني شفته وتعاملت معاه والحقيقة هو برنامج يعني غاية في الروعة بيقدم قيم إنسانية جميلة الناس كلها بقت بتتكلم عليه مؤخرا فحقيقي أنا اللي سعيدة بنضمامي للبرنامج ويعني اسمح لي إن أنا بقى أرحب بكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة واللي بسببهم إحنا موجودين النهاردة وأتمنى إن شاء الله أكون عند حظ نظنكم جميعا بإذن إن شاء الله كوني أكتر كمان يا نوراني وإن سعيد جدا بنضمامك لفريق العمل يا رب أكون فعلا إضافة يعني زي ما أنا متأكدة إن البرنامج ده هيكون إضافة كبيرة جدا إحنا وشنا حلوة والمزاعات اللي بيجوا اشتغلوا معنا بيعملوا عقود دلوقتي وشغلين زي الفل عشانة عارفة إن شاء الله بإذن الله تبقى وشنا حلوة عليك بإذن الله وإنت كمان يكون وشك حلوة علينا يا رب آمين بإذن الله نيجي بقى لمفاجئة الحلقة النهاردة إحنا هنتناول النهاردة في الحلقة شخصية مش بس شخصية ملهمة لا ده هي شخصية تاريخية عظيمة يعتز بيها كل مصري وهو السيد الرئيس الراحل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات محمد أنور السادات محفور في قلوبنا بمعنى الكلمة واسمحولي أبدأ حدثنا عن الرئيس بسرته الزاتية وترجمة مختصرة لي مع زملتي الجميلة نوران الحجر طبعا أنا هتسعير من حضرتك كلمة بسيطة كده حريك قلتها أن الحلقة فعلا مميزة وحب أأكد ده لكل المشاهدين أن الحلقة فعلا بالنسبة لي هتفضل مميزة جدا وحفضل ممتنة أن أنا شاركت في حلقة زي دي لأن أنا النهاردة هنتكلم عن رجل وإنسان حقيقي عظيم قبل حتى ما يكون قائد عظيم من وجهة نظري المتوضعة يعني مش عارفة لو حاركت شاركني فيها أن شخصية بالعظمة دي لازم تدرس الأجيالنا اللي جاية علشان يعرفوا القيم الإنسانية والمعاني الإنسانية والرجولة الحقيقية هو مثل أعلى لكل المصريين وشخصية قيادية وهبت حياتها لوطنها والأهلها هنتكلم عن فلاح مصري أصيل من مواليد 1918 من أب مصري وأم مصرية اتولد في قرية ميتة بولكوم أب مصري وأم سودانية سودانية أنا أسفة أنا أسفة جدا بدأ حياته في كتاب القرية ولكن مصر والسودان كانوا أعتقد في العصر دا وفي الوقت دا كانوا دولة واحدة يمكن لانفصال أكيد وإحنا ما زلنا دولة ما زلنا طبعا وشيريان النيل زي ما أستاذ علي ورد حريقة يتكلم قبل حالة قال شيريان النيل بيربطنا بيربطنا شيريان مياه وشيريان دم واحد أكيد أنور استاذت بدأ حياته في كتاب القرية وحفظ من خلاله الكرآن الكريم كاملا وكانت الفترة دي بذكرياتها وخواطرها فارقة جدا في حياته لأنه تلقى فيها أول دروسه الحياتية على هذه الأرض الطيبة السامحة وبعد كده انتقل للقاهرة والتحق طبعا بالعديد من المدارس حتى حصل على التوجهية اللي هي بمثابة السنوية العامة حاليا وبعد كده التحق بالكلية العسكرية وتخرج منها عام 1938 ميلاديا برضو من الحاجات المهمة نحن نذكرها هو أنهم أطلقوا عليه بطل الحرب والسلام وبطل الانتصارات واستحق بجدارة جدا أن يخلده التاريخ في سجل البطولة والشرف فطبعا هو الراحل الزعيم العظيم محمد أنور السادق طب كلمين يا جهان بقى يعني عن مرحلة بداية انضمامه للكلية العسكرية أو التحقوق كلها العسكرية وفيما بعد أنا دايما بحب لما أتكلم عن شخصية تاريخية زي حدوتة بحس اللي إيه تبقى بسيطة حتى لو كان الناس اللي سنهم صغير ويحبين يعرفوا الشخصية دي تبقى قريبة منهم وحتى ترسخ فيهم الوطنية بجد هو التحق بالكلية الحربية ويمكن كانت الظروف كلها مهيئة لي أنه فعلا والقدر مهيئ أنه هو فعلا لازم يخش الكلية الحربية يمكن وقتها كان معاهدة 36 في حكومة النحاس باشا كانت بتنص من ضمن نصصها لزيادة الجيش المصري فده أتحلو الفرصة لدخول الكلية الحربية وقتها بعدها ما تخرج مصر يمكن طبعا كان الرأي غريب جدا كان شخص غريب يعني كان يمكن تربطه صداقة كبيرة جدا بالزعيم جمال عبد الناصر بعدها طبعا زي ما احنا كلنا عارفين قاموا بصورة 23 يوليو سنة 1952 ويمكن كمان من قطر ما هو عنده لغة قوية اللغة العربية كان طبعا مفوه كان شخص في القول اختاروه اللي هو يلقي الخط بتصورة 23 يوليو 52 يوليو وبعدها يمكن نال منصب كتيرة جدا طبعا أهمهم منصب نائب رئيس جمال عبد الناصر ويتولى بعد كده الحكم مصر سنة 1970 يمكن كان شغله الشغل أول ما تولى رئاسة مصر طبعا ينقذ مصر من نكسة 67 وقدر فعلا وقدر فعلا في فترة وجيزة جدا مدتها 3 سنين بحقق مصر 73 دي حاجة طبعا تشهد له ولقب بطل الحرب والسلام ويمكن صورة الرئيس محمد أنور السادات والصورة هي رمز موجودة في كتير جدا من بيوت الأسر المصرية الصورة اللي بتأكد ان هو محفور في زهن وفي وجدان الكثير من الأسر المصرية طيب خلونا نبدأ معاك يا جهان كده عن ملامح من حياة الرئيس محمد أنور السادات هو والله كان بطل شجاع ده بصي ده أستاذ سامح لواري رئيس تحرير مصورني في المكتب وإحنا عادينا نعمل إعداد وسورة الرئيس محمد أنور السادات أنت نزلت السورة على الهواء أستاذ سامح إيه الجمال ده طبعا فعلا سورة الرئيس عبد محمد أنور السادات موجودة في كتير من بيوت المصريين وده بيؤكد زي ما قلت أنه محفور في فكر وفي وجدان الكثير والكثير من المصرية فضل يا جانسوري أطيعك طبعا ربنا يرحم يعني القائد العظيم والبطل ويعني مش هنقدر ننسى كلمته عن البناء والمعركة أن البناء لم يشغلنا عن المعركة ولا المعركة شغلتنا عن البناء وطبعا كلامه ورؤيته المستقبلية دول هيفضلوا دايما في أذنة نتعلم منهم مدى الحياة ده بالتأكيد معناه يعني في وجداننا كمصريين وهو يعني ربط ما بين التاريخ والحاضر بالضبط هو في الحقيقة الرئيس السادات كمان يعني يعني هو كان وجوده في مرحلة حساسة وفارقة من تاريخ مصر والرئيس السادات كان أي صحفي في العالم يتمنى أن يقعد يعمل معلقاء طب ليه؟ لأنهما كانوا بيلقبوه بالفعلة بيلقبوه بالفعلة وده لذكاءه ولدهاءه الشديد قعد أيامه شهور في مفاوضات عشان يقدر يسترد الأرض كاملة لغاية ما السيد الرئيس الراحل برضو الرئيس محمد حسن مبارك قدر يستكمل مسيرته بعد كده ورد طابة وبرضو أحد الحاجات اللي تحسب بقوة للرئيس الراحل محمد حسن مبارك وهو له ما له وعليه ما عليه وما فيش حد ملاك ولكن تحسب له أن هو قدر يستكمل مسيرة الرئيس السادات ويسترد طابة كنت قلت لي السادة محمد ما كانش يخطر في بال هو كان في أواخر لاربعنات كان شغال بيشتغل صبي مقاول ويمكن اشتغل في أعمال شبكة كتير ممكن اشتغل كمان فوعلي وشيال يعني اشتغل بصراحة حاجات كانت يعني هو كانش يخطر على بال وأن بعد عشرين سنة أنه هيبقى زعيم مصر وهيبقى رئيس مصر ويجيب لنا النصر التاريخي اللي لكل العالم بيتكلم عنه دلوقتي وأنه هو يعني حصل على جايزة تبيرة طبعا جايزة نوبل للسلام ما حصلش عليها في مصر كلها غير اتنين مع زويل ونجيب محفوظ غير اتنين غيره لا قبل ده خاص بي ده حكر عليه هو ويمكن رمسيس التاني على تاريخ مصر كلها عشان كان رمسيس التاني كان مشهور بانتصاراته العسكرية ومع ذلك عمل برضه السلام ولكن انا اتكلم ان كنت في كل ما على جايزة نوبل جايزة نوبل ما فيش حد خدها غير ثلاثة هو ونجيب محفوظ وزويل ويمكن هو كان جريء اوي في قراراته ان هو خد بعد النصر خد قرار في فترة برضه وجيزة جدا ان هو يروح لإسرائيل ده يمكن تشهاد له طبعا يعني حاجة تتحسيب له ويمكن في الفترة دي حصل سلسلة من الاختيالات سلسلة كبيرة جدا وكان اشهرهم في الاختيالات كان الكاتب الكبير يوسف السباعي صح ايوه فدي هو دايما معروف ان هو قراراته حابب وطنه حابب هويته وكان حازمه جديد ورغم ان هو كان انسان جدا في تعاملاته جدا وكان بيحب اسرته يعني على طول لمهمهم على طول كانوا بيجيبوه في لقاءاته في البلد قاعدين مع بعض ده قصة كبيرة دي عايزين تجنويلها بالتفصيل بالفكرة التانية دي ما بتحصلش ابدا اللي يجيبو رئيس جمهورية زعيم كبير زينا ولابس الجلبية وكان يقاعد والله يا هبت يا بنتي ويقاعد لا ده قصة تانية وكان يعني علاقته بأسرته علاقة كانت طيبة جدا ودي كانت معروفة في التلفزيون نوراني انت كنت تدركستي اوه احنا بنتناقش في الاعداده كانت معجبة جدا بحسة عزته واعتزازه بقريته دي حقيقة الصراحة يا أستاذ محمد ان من الحاجات يعني فعلا اللي انا حبيت ان احنا نقف عندها النهاردة ان استاذات كان من الشخصيات اللي كلها حب واعتزاز بأرضه ووطنه يعني زي ما ذكرته من شوية ان هو نشأ طبعا في قرية ميتابولكوم ولكن فضل دايما معتز بها وبكل الخبرات اللي اخدها في الفترة دي وبرضو من اعتزازه بهوياته انه انا لما قريت انه كان يعني كان حتى معتز بعدات ريفية فالعدات دي كانت يعني ممكن بالنسبة الحصيرة والطبلية بنته الكبيرة في كل لقاءاتها ان هو فضل عنده طبلية في بيته في بيته اللي في ميتابولكوم وفي بيته برضو اللي في الجيزة وده طبعا بيأكد قد ايه هو كان معتز جدا بهوياته الريفية وعمره ما كان بيغجل منها وبرضو من اللي بيأكد يعني اللي بيأكد كلامي ده مقولة ليه في احد في احدى كتاباته اعتقد انني لو تخليت عن الروح الريفية التي تسري في دمي سوف افشل تماما في حياتي والحقيقة المقولة زي ادهشتني يا محمد جدا معلش التاني كده التاني من قولها السادة المشاهدين اه تاني ان اعتقد انني لو تخليت عن الروح الريفية التي تسري في دمي سوف افشل تماما في حياتي الله وده بيبين ان حياته الريفية هي اللي وصلته لكل ده أثرت في وجدانه وفكره ومعتز بيها جداً ودي حاجة الحقيقة يعني أنا شايفة أن هي بقت ندرة جداً بالذات في الجيل بتاعنا أن إحنا بقينا كلنا شوية عندنا تقصير في حتة الولاء للوطن والانتماء للوطن وهو الفلاح مشهور بنصحته يقول لك ده نصحت فلاحين الفلاحه فضائية ده في مناسبة الانتماء والوطن أحب يعني أركز على نقطة معينة اللي خلا زرعة النقطة دي جواه دور المرأة مهم جداً في حياته يمكن دور مامته وجدته هو وصغير كان دايماً بيقول أنا يعني هو قعد في القرية 6 سنين بس الـ 6 سنين دول فعلاً يعني خلقوا منه زعيم بمعنى الكلمة من صغره يمكن هما حكاياتهم معاه مش حكايات عادية دايماً كان يقول حكايات جدتي وحكايات والدتي كانت غير أي حد تاني يمكن إحنا دلوقتي نشوف مثلاً الحكايات كلها أسطورية خيالية لا هما كانوا دايماً يحكولوا قصص أسطورية لناس يعني حقيقيين يعني كانوا دايماً يحكولوا قصص مثلاً عن مصطفى كامل يعني بيحكولوا دايماً عن وده يأكد دور المرأة في حياتنا وحياة زعيم وقائل كبير دا يعني في الفكرة الثانية لأ أنا عايزة أركز بس على مامته وجدته قد إيه زرعه جواه حبه لوطنه وحبه الأرضه وحبه فعلاً للأرض يعني كان دايماً تلاقيه يعني حتى لما بقى رئيس يلف يلفه ولازم يرجع لجالة لماذا بقوم؟ مرغم اللي هو قاعد فيها ستة سنين بس وبعد كده يمكن قاعد بعد كده في مصر في بيتة كبرى الأوبة أي فده يعني قصره جواه جمد قوي حبه أجيب حاجة عايز أسمع كلمة كبيرة كلمة أخيرة منك يا نوران عن أكتر حاجة قصرت فيك في شخصية السادات أو أكتر حاجة الحاجات كتير بس يعني لو تكلمنا عن أكتر حاجة يعني طبعاً اعتزازه بالهوية الريفية بتاعته وكمان حاجة كده يعني مش عارفة هل ممكن تهم السادة المشاهدين ولا لا بس لما كنت بقرع عنه في حتة لفتت نظري جداً إنه هو يعني بعد طلاقه من الزوجة السادة إقبال الزوجة الأولى من السادة إقبال ماضي طبعاً يعني لها كل الاحترام والتقبير طبعاً وما نقدرش نحن نقول غير كده ولكن احترمت جداً فيه إنه هو كان راجل بحقه حقيقي قد كده حتى بعد انفصالهم فضل محافظة على الود بينهم متحمل للمسئولية ويتفعلها فلوس مصاريفها حتى لما سفرت تتعالج برا لأ كان هو المتولي علاجها بالكامل وأولاده كلهم يعني سواء من الزوجة الأولى أو من الزوجة الثانية كانوا كلهم متحمل مسئوليتهم وبيعملهم بالمساواة بينهم فطبعاً فكرة إنهنا بنفتقد شوية دلوقتي لشوية معايير في الرجولة فدي حاجة يعني أحب إن الشباب تتطلع عليها وتفهم إنه قد إيه حتى بعد الانفصال لازم دايماً يبقى مسئول عن زوجته أو عن طريقته وعن أولاده فدي أكتر حيطة في صراحة كانت أثرت فيه جباً يعني وسيظل الرئيس محمد أنور السادات الزعيم العظيم اللي أثر في وجداننا والكثير مننا بيعتبروا نموذج وقدوة ونموذج ملهم نقتدي به سيظل أحد القلائل على مر التاريخ اللي قدروا يحققوا النصر وقدروا كمان يقروا السلام ويعبروا بمصر لبر الأمان ويحقق التنمية اسمحونا نطلع فاصل ونرجع لكم عشان نتناول جزء جديد ونستكمل الحوار عن الشخصية العظيمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات انتظرونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في تلك الحلقة المميزة اللي بنتناول فيها سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الملقب ببطل الحرب والسلام وعنوان حلقتنا النهاردة تأملات في سيرة السادات واسمحولي يعني في البداية أرحب بالزميلة العزيزة هانا المندراوي اللي انضمت لفرق العمل بابتسامتها الجميلة دي وبلغتها الفصيحة وبأسلوبها البسيط اللي تحس إنها أختك وبتتكلم تحس إن هي أو مش أول مرة تشوفها لا بجد أنا سعيد جدا جدا سعدنا معاكم النهاردة محمد وجهان وبرحب السادة المشاهدين وتعيدك جدا إن أنا أول منضم ليكو أكون في حلقة حلقة قيمة ومهمة جدا 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 واسمحولي إن أنا أنعي بقبول بقلوب عامرة بقضاء الله وبعامرة بالإيمان بقضاء الله تنعي أسرة برنامج تأملات إنسانية وينعي الأخ العزيز رئيس تحرير برنامج تأملات إنسانية الكاتب الصحفي الأستاذ سامح الهواري بننعي معالي المستشار الأخ والصديق معالي المستشار الدكتور محمد بيك موسى لوفاة والدته سائلين المولى أن يتغمدها برحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياد الجنة البقاء لله البقية في حياتك معالي المستشار وإن شاء الله إن شاء الله في الفردوس الأعلى اسمحولي أبدأ حلقتي أو أبدأ الفقرة التانية من الحلقة المميزة دي مع الزميلة هانا المندروي هتقول لنا إيه عن الرئيس الساداتي نحب أتكلم عن الرئيس السادات عن حياته الأسرية وعن زوجته جهان وقدي إيه كانت مؤثرة في حياته الرئيس السادات كان على قد ما هو كان قائد وشخص قوي جدا على قد ما كان حنون جدا مع ولاده وزوجته وده اللي كانت دايما بتأكد عليه السيدة جهان السادات لما قالت ما قلتها كان بطلي قبل أن يكون زوجي وحب حياتي وشريكي الأبدي خلونا الأول نتكلم عن السيدة جهان السادات علشان نعرف ليه هي قالت عليه أنه كان بطلها السيدة جهان السادات هي مولودة كان والدها مصري مسلم ووالدتها بريطانية مسيحية بالرغم من ده هم نموا فيها حب الوطن والانتماء وده كان مؤثر جدا في حياتها وبالدليل كده أن هي كانت لما شافت السادات كانت قبل ما تشوفه كانت بتسمع عنه من زوج بنت عمتها لأنه هو كان زوج بنت عمتها وكان دايما بيحكي عنه وعن بطلاته وهم في السجن وعن كل حاجة وعن شجعته فكانت مجدوداله كبطل قبل ما تعرفه هو شخصيا بعد كده عرفته وهو شافته عند زوج بنت عمتها وطلب أنه هو يتقدم لها بعد ما تقدم لها كانت حياتهم في البداية صعبة لأنه هو كان لسه خارج من السجن حتى وقتها كان بيكتب كتاب 30 شهر في السجن ولما راح يتقدم لها صديقه نصح وقال له بلاش تقول لولدها أن انت شخص معكش المادة والفلوس عندك فيها عجزة علشان يوافل أن هي كانت من عيلة كبيرة وغنية ولكن هو رفض رفض تام وقال أنه هو لازم يكون صريح مع الراجل اللي هيتقدم له أنه هو هيتجاوز بنته وده دليل عن قد إيه هو كانت شجاع بعد كده لما تقدم لها في بداية حياتهم كانت صعبة بعد كده خلفوا أربع أبناء ثم بعد ذلك بعد ذلك أنه هو بعد ما خلفوا الأربع أبناء كانت علاقته الأسرية بيهم جدا كويسة وده كان بيمدح فيه أنه هو فيه ترابط أسري ما بينهم وما بين الأسرة بتاعتهم ممكننا هكمل طبعا جهان مكملة معنا الفقرة التانية ومكملة معنا برنامج تقاملات إنسانية ومكملة معنا كمان في مشاريع إعلامية أخرى كنا لسا مبارح بنتناقش في برنامج جديد هنعمله إن شاء الله هنا في قناة الصحة والجمال بعنوان الجميلة والمشاكسة والجريء بعنوان أنا الجميلة أيها بقول لها أنا بقول لك لسا بقول لك أنا بطمينك إن احنا خلاص وقع الاختيار عليك إن أنت اللي تكون الجميلة بإذن الله في البرنامج شرف لي والله يا محمد اللي أنا أتعاون معيك في أي عمل أنت يعني تؤمرني بيه طيب طيب إحنا يا هنة يعني بصراحة يعني كلامك عن الرئيس السادات والجزء اللي أنت تناولتيه إن جهان كانت محطة مهمة جدا ده يعني يعني بصراحة عرفان مننا بالجميل للسيدة جهان السادات لأنها كان لها دور قوي جدا في حياته فإيه يعني أنت تفتكري جهان السادات هل هو يعني كان بيديها مساحة كافية من الاحتكاك بالسياسة وكده ولا إيه؟ آه آه على طول لأن هي كانت دايما بتشارك في الأعمال الاجتماعية وكان بيكون هو دايما بيشجعها لده وكمان كان بيشجعها كمان في دراستها وإن هي في عمر الأربعين كمان كانت بدأت تاني تكمل دراستها ما توقفتش بس إن هي لما كانت في المدرسة توقفت بعد ما جوزت لا كمان بعد ما جوزت وبدأت تاني تدرس وحتى أولادها لما كانوا في الجامعة هي دخلت معاهم الجامعة وكانت بتدرس وكان عندها تحدي إن هي لازم تكون أحسن منهم يعني كانت موجودة معهم تدرس في الجامعة زي عدل الإمام كده أما جمع أولاده هي كان عندها تحدي قوي جدا إن هي لازم تنجح عشان يعني ما هم ما يكونش أولادها أحسن منها وصحابهم فده كان تحدي قوي جدا وخصوصا زمان إنه هو في السن ده هو يسمح لها أن هي تطلع وتدرس ده كان حاجة يعني عظيمة جداً منه ويمكن السيدة جيهان السادات كمان كان وشها حلوة على الرئيس محمد أنور السادات ولما جاء الموقف لما عرفت أن أحد الدباط اللي بيخدم في الأصر الملكي يعني على علاقة شخصية بيه فقالت له طب ما تقوله لا أقوله إيه قل له يرجعك الخدمة أو يساعدك فكان وشها حلوة عليه فعلاً رجع للخدمة العسكرية ودايماً كان يقول أنه هو عايز أن مصر يحصل فيها حرب علشان بعد كده يحصل سلام أنه نحن ننتصر ويحصل سلام ويحصل سمارة طيب أنا كنت أحب أكمل برسه عن شخصية جيهان السادات حضرت كلام كتير عن سيدة جيهان السادات هي شخصية جد عظيمة جداً طبعاً غير اللي هي كملت تعليمة كان عندها على فكرة 40 سنة وقت ما حبت تبتدي فترة الدراسة فترة الجامعة أيوه تكمل الجامعة أنا أحب بقى يعني نركض ضوء على اللي هي كانت في المجتمع كان لها احتكاك في الحياة الاجتماعية والسياسية كان لها دور مجتمعي جميل جداً من أول من بعد الثورة 23 يوليو لحد اختيال الرئيس سنة 81 يمكن كان لها دور قوي جداً أثناء حرب 73 يمكن كانت بتنزل لأسر الشهداء وكانت بتوسيهم في الفترة دي فعلاً أسموها أم الأبطال لأنها كانت وقفة جنب أسر الشهداء كلهم بلاستثناء وكانت يمكن بتعملهم اللي هي التمريض واحتكت كمان بالحياة السياسية والتشريع دا حتى بتاعت لما سافر الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت رفقت وفيها فتاكاً في زيارة الولايات المتحدة القوانين بقى سهمت في تعديل بعض القوانين زي قانون الأحوال الشخصية ويمكن لغاية دلوقتي نسمينه قانون جهان وسهمت في أساسة معية الوفاء والأمل وكانت بتشجع على تعليم المرأة ويمكن من أوائل الناس اللي كانوا بينادوا بتنظيم الأسرة دلوقتي كان محدش خالص بيتكلم عن تنظيم الأسرة ويمكن فترة السبعينات دي محدش كان بيتكلم فيها يمكن هي اللي يعني خلت فيه كلام عن تنظيم الأسرة وكانوا بينادوا وكان لها بعض المؤلفات طبعاً بعض المؤلفات كانت المؤلفات اللي هي ألفتها لأملي في السلام ده كان بيحتوي عن مذكراتها وعن قصصها وتجاربها وكان فيه كتاب تاني اسمه سيدة من مصر سيدة من مصر ده وهو كان نسيت أقول لك بس أملي فيه السلام ده نشر سنة 2009 18 يعني لسه من فترة يعني قريبة من فترة قريبة وكان بيمسر رؤيتها في السياسية للشرق الأوسط وحصلت على فكرة يعني حصلت على جوائز عديدة جدا وتكريمات وتكريمات ويمكن حصلت على أكتر من عشرين جايزة ومدالية ودكتورات فخرية صحيح كان شخص مؤثر جدا في حياتي ويمكن نقطة مهمة كنت أنت تناولتها يا هناء وركزت عليها في الإعداد نقطة علاقته بأبناءه بقى وأسرته دايما كان عنده فكرة أنه لازم يكون فيه ترابط أسري ما بينه وما بين أبناءه حتى كان طبعا مشغوليات كثيرة جدا وكان وقت حرب بس كان دايما بيحرص أنه هو يشوف أبنائه قبل ما ينامه ده حتى بنفسه كان ممكن يحكي لهم الحوادية قبل النوم وبعد ما تجوزوا كمان كان بيحرص أنه هو يكون فيه وجبة كلهم بيتجمعوا فيها علشان يقدروا يتكلموا ساعة ستة مضبوط أنه هما يقدروا يتكلموا فيها ويتمقشوا في كل حاجة شخصية لهم وكمان كان بيسمح لأولاده أنه هما يقولوله النكت السياسية حتى لو بتتقال عنه وده هو ذكره بنفسه في الكتاب بتاعه البحث عن الذات وده كان يعتبر ده يعتبر مسودة الإعداد بتاع الحلقة كتاب الرئيس الراحل البحث عن الذات اللي بتناول فيه سرطه الذاتية صحيح فضل إيهان حتى كمان كان حصل موقف أنه كان مهتم جدا بأبناء وأنه هو مرة كان ابنه رجع من المدرسة فبيحكي لهم يقولهم ده أنا بيقولولي في المدرسة حضرتك لأنه هما كانوا لسه منقول من مدرسة إعداد المدرسة سنوي فبيقولوا ده حضرتك فهو طبعا ساعتها تضايق جدا لأنه هما كانوا بيحاولوا يربوا ابنهم إنه هو لأ أنت مش ابن الرئيس جمهورية لأ عايزين يربوه تربية صحيحة فوقتها السيدة جهان السادات راحت للمدرسة والمزير قالت له أنا بحاول أعمل دوري في البيت إننا أربيهم تربية صحيحة ويريد ده كمان يكون دوركو في المدرسة إن احنا نربيهم على نفس النهج في الحقيقة يعني احنا السيدة جهان السادات فعلا كانت إنسانة مؤمنة فعلا بزوجها وكانت يعني زي ما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة فلو كان فيه امرأة وقفة وراء الرئيس ومؤمنة بقدراته وكانت يعني متخيلة وعندها رؤية أنه هو ممكن يوصل لمكانة كبيرة لغات ما وصل لرئيس الجمهورية ودعمته حتى نهاية رحلته فهي هتكون السيدة جهان السادات يمكن إن حمد يمكن أي شخص بيتأمل في شخصية السادات بيلاقيها شخصية بجد عظيمة جدا وشخصية مؤثرة جدا وبيحب دايما يطور من نفسه يعني هو ممكن في فترة الأربعانيات قضى وقت كبير في المعتقلات ما رحش كده هباء يمكن يطور من نفسه وهو حتى في المعتقل يمكن اتعلم اللغة العربية بطريقة يعني فصحة جمدة جدا والألمانية كمان وكان بيزكر ده لا أتعلم طبعا اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية وده كان وضع في خطاباته الرنانة اه انا كنت عايزة بس أقولك في حكاية اللغة العربية يمكن هو عنده فصاحة جمدة جدا مشهور النزعين مفوه هو يعني صوته حلو جدا في الإلقاء فيمكن ده هو ساعده أكتر ويعني هو مش هقدر أقولك فعلا بيحب وطنه جدا وينتز بشخصيته القوية وهي شخصية أسطرية فعلا أسطرية فعلا أسطرية من الطراز الأول بنؤكد من الرئيس السادات يعني من البديهي ان احنا نؤكد ان هو كان شخصية أسطرية من الطراز الأول ويكفي ان هو يعني كان ليه لمحات خاصة وليه لمسات خاصة في خطة الخداع الاستراتيجي اللي أوهمت العدو الإسرائيلي اللي احنا لها نحارب وان احنا في فترة استرخاء عسكري ويمكن المضخات اللي جبناها اللي عملنا بيها ثقب وعملنا فيها فتحات في الساتر الرملي وفي خط برليف أعلن ان المضخات تي جاية لاستصلاح الأراضي في الصحراء الغربية في الوقت دا يا محمد على فكرة كل الصحف والأجنبية تريقوا جامد في الموضوع الخراطيم قاعد يقولوا واحد داخل على حرب رايح يجيب خراطيم مياه عشان يعمل مضخات ويستصلح مياه رايح يجيب خراطيم مياه بس هو الزكاء بتاعه ان هو عمل لهم تمويه لان محدش يقدر يتوضق والصحفة يمكن كمان اعلنت ويقولك في حد يزرع الصحراء لقد هو عامل قصيس كده ويمكن كمان في الصحفة يعني كان اعلن ان بعض الدباط وكبار الدباط والقيادات طلع ايه طلع عمره اعتقد ودي برضو كانت حاجة ملفتة ان هو الناس كلها متخيلة طب قيادات الجيش طلع عمره طب من مين اللي هيحارب ويجي كل شوية يرفع درجة الاستعداد القصوى وينزل درجة الاستعداد القصوى يمكن شوفنا في مسلسل رأفة الهجان بقوا متبرجلين مش عارفينوا ما بيعملوا ايه وبعدين لما بيرفع درجة الاستعداد القصوى واسرائيل هي كمان ترفع درجة الاستعداد القصوى ده بيتكلفهم ملايين فهما بيقولك يعني السدب بيلعب معنا وكمان نقطة مهمة ونقطة غريبة جدا عملوها انه ضباط الاشارة كانوا بيتكلموا باللغة النوبية لدرجة ان هما اسرائيل خدت الكلام ده سجلته وبعتته لولايات المتحدة الاولايكية وده كم الزكاء انه هو يعمل دي لانه هو عارف ان هما اكيد مش هيفهموها بسهولة دي كانت على فكرة فكرته يا شيخة ده خل العساكر يقفوا عجابها يمصوا قصب فعساكر قاعد عجابها بتلعب كرة وبتمص قصب يعني معقول ان العساكر دي ممكن تحارب معتقدش يعني طيب جهان انت كنتي برضو يعني اتكلمتي عن بعض الحاجات بقى الموقف الانسانية هو دي موقف انساني ده يعني يتحسب له ونفسي القصص دي بجد ان نلجأ لها لما نجي نحكيها لولادنا وذات الفترة يعني انا زي ما قلتلك في الفكرة الاولانية ان جدته ومامته اثروا في الحكايات البسيطة الصغيرة عن الابطال يمكن الحكاية دي انا مسنيها قصة عم زكريا البقال عايزين نسمع بقى قصة عم زكريا البقال هو اول ما تولى رئيس للجمهورية اول حاجة فكر يعملها راح للمنطقة اللي كان ساكن فيها وهي كبرى القبة لما راح كبرى القبة قال انا عايز اشوف عم زكريا البقال فشافه اول ما شافه قضب الحض ويقال له ازايك يا عم زكريا يا راجل يا طيب يا ما استحملتنا كتير كنا بناخد منك على النوتا وكنا بندفع لك اخر الشهر وانت اصلا يعني راجل غلبان والله انت راجل طيب وانا دلوقتي بقيت رئيس جمهورية تؤمرني اعملك ايه يعني ساعتها يعني في الوقت ده بجد اه شيء ملفت لنا تعرفي قصة عم زكريا دي مبارح ودكتورة مروة محمد كمال مدير الاعداد بتحكيها انا دمعت انا عدموها نزلت من عيني يعني بجد عرفان بالجميل وحاجة موقف انساني بطريقة يعني ما تتوصفش ان هو يفتكر اللي بقال اللي هو شوف يعني عدى عليه كام سنة ويعني عدى احداث كبيرة جدا وافتكر ايام سنوي يعني ممكن هو جي من القرية هو عنده ست سنين يعني الحكايات دي يعني ممكن يكون عدى عليها اربعين خمسين سنة ده اكبر دليل على اصله الطيب وان هو عايز يرد الجميل بالتأكيد ويمكن انت ياهنا كنت ركزتي كمان على الجزئية بتاعة علاقته باخوه البطل طلعت هو دايما ما كانش بيحب الوساطة واكبر دليل على كده ان هو اخوه حتى التحق بالجيش وتوفى فيه في الحرب وحتى فضل وقت طويل ان هو مش قادر ان هو يقول لأهله ان هو توفى في الحرب علشان ما يضايقهمش هو ده برضو كان من ضمن شخصيته ان هو قائد كان شخص حنون جدا وده دليل ان هو ما كانش قادر يقولهم عشان يضايقهم ان هو توفى في الحرب حتى السيدة جهان كانت بتقول ان هو لما كان يشوف حد من ولاده تعبين او بياخد حقنا ما كانش يقدر يستحمل على قد قوته وشجعته على قد ما هو ما كانش يقدر يستحمل حاجة زي ذي فده التنقض في شخصيته جميل يعني ان هو يكون كده مع اهل بيته حاجة بتقصر له فعلا وكان عنده علاقة خاصة ببناته يمكن اه يعني السيدة رقية بنته بتقول ان هو اب اسطوري اسطوري بمعنى الكلمة تعلمت منه الشجاعة والاقدام والصبر ودي حاجة كويسة جدا وحتى اهله دلوقتي تعلموا منه الترابط الاسر ان هو السيدة جهان كانت في القاء قريب بتقول ان هما لحد دلوقتي ماشيين عقيا بتاعته وان هما لازم بيتجمعوا ويعودوا مع بعض وده حاجة هو اللي علمها لهم برغم مهما ان كنت مشغول لازم بنرجع ويكون بالليل احنا نكون اعزين مع بعض مهما ان كان فيه مشغوليات برا طب جهان كلمة اخيرة بقى عتقوليها عن الزعيم الراحل انور السادات قبل ما نختم حلقاتنا كل اللي هادر قوله لك هو قصة هو زعيم بمعنى الكلمة قصة يعني هو رجل اسطوري يعني كلمة اسطوري دي مش اي حد فعلا يلقب باللقب ده لان هو يعني من اول حياته من اول ما مسك رئيس لغاية ما يعني اختين وهو فعلا كان كل تفكيره وشغله شاغل حتى كان فيه لفتة انسانية في ساعة اغتياله انه مرضيش يلبس السدير الواقع من الرصاص وقال ساعتها يمكن الجهانه دي مذكورة في الكتاب البحث عن الزاد قال له انا هلبس وسط ولادي ايوه فهو كان دايما بيحس بالطمؤنينة والامان واغتيال غدري حسب يا الله انا ما الوكيل فيه بتأكيد يعني حاجة والله انا ما باشوف التسجيل ده والله بعيط يعني ما بقدرش اشوفه يعني فعلا غدري والنهاية بتاعته مفروض ما كانش يستحق طبعا كده ابدا بس هو شهيد طبعا نحتسبه عند ربنا شهيد طبعا الشهيدة يعني ويمكن بالمناسبة كانت دايما جهان السادات بتقول في لقاءاتها كان يقولها انا لو موت شهيد ما تكتبيش على رقبري شهيد اكتبي دايما بطل الحرب والسلام يحتز جدا بكلمة البطل الزعيم ده يدل على رجلته وعلى مرؤته واعتزازه بنفسه بتأكيد طب اضافة اخيرة تحب تضيفيها في الحلقة القيومة دي هنا هو يعني بالنسبة لي انه هو يعني طبعا عشان هو قائد بس كان اللي هو النبذة الاسرية بتاعته دي حاجة يعني تتحسب له لانه هو عشان نطلق على حد انه هو اسطوري لازم يكون شامل كل جوانب الحياة مش بس انه هو يبقى قائد وسط دولته كمان الجانب الاسري مهم جدا فدي يعني حاجة تتحسب له انه هو فعلا قائد اسطوري يعني الجانب العملي والمهني والقيادي العسكري وايضا الجانب الانساني والاكتامي كان متوفر فيه بشكله ولده كمان يقول له كان بيتوفر فيه كرم اخلاق رهيب وكان يعني مشهور كمان بروحه الطيبة كان دمث الخلق كده ويحب الهزار والدعابة يمكن كنا ساعات يبقى حد يضيف عنده وبيلعب معاه طاولة يقول له لا استنى ما تمشيش انا ما انساش طريق امدا ويقعد ايه يعني يداعب اتفضل لجانب اه دي تكملة لكان برنامجنا النص التاني لما كنا بنتكلم عن علاقة الزوج بالزوجة اه علاقة التفاهم يمكن لو تلاحظ علاقته بجهان السادات كانت علاقة فيها اكتر من تفاهم اكتر من حب يمكن اتعرفوا مع بعض الفترة كانت صغيرة جدا اه كانت اللي شدهم لبعض هو التفاهم ويمكن ده اللي خلى اه يعني الزيجة دي زيجة موفقة تستمر تستمر لانها كانت فترة الحب دي فترة يعني صغيرة جدا اي يعني هم يمكن بتقول اشدني اي من اول لقاء اي من قبلها كمان قبل كمان كنت بتتابع اخباره اه من ضمن تعمتها اخباره هي كمان بتشدها يعني اي كمست عمرها ما كتخالي ان هو يكون زوجها تيكت مزداله كبطل اي وسيظل السيد الرئيس الراحل محمد انور السادات نموذجا ملهما لجميع المصريين وسيظل رجل الحرب والسلام الرجل الاستوري محمد انور السادات وساعدنا جدا 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 باستعراض هذه الشخصية الاستورية في حلقة مميزة من برنامجنا تأملات انسانية الموسم الخامس عماريا مصر وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات انسانية اشتركوا في القناة